يا مساء الخير على الناس الحلوة كلها يرى بتكونوا في أحسن حلوة أحسن صحة عايز بس أعلق على حاجة الناس اللي عملت التاريق أن الناس بتنزل تشتغل والشوارع الصبح بتبقى زحمة وكذا وكذا هو حضراتك بس في حاجة أنا عايز أقولها لكم باضح أنتم مش بخدين بالكم هنا مش كل الناس عندها الإمكانية أنها ما تروش الشغل مش كل الناس عندها الإمكانية أنها ما تقبطش أخر الشهر زي حضرتك أو حضرتك مش كل الناس عندهم كريدت كارد ممكن ينزلوا يشتروا بي الحاجات من السوبر ماركت ويروحوا مش عارف فين يجيبوا حاجتهم يروحوا جرمي جيبوا حاجتهم ويروحوا سعودي جيبوا حاجتهم ويروحوا مش عارف فين على فكرة أغلبية الناس مش كده ما عندهاش ده عندهاش الميكانية دي أغلبية الشعب وناس غلابة بيشتغلوا باليومية كتير جدا منهم أو خايفين أن عيشهم يتقطع فبينزلوا الصبح دي شريحة كبيرة ما يقدروش ما ينزلوش الشغل وما تقوليش الحكومة تدفع الحكومة على فكرة حبق بلد مش غنية قوي كده ولما الحكومة هتدفع هتدفع على 500 جنيه الموضوع الـ 500 جنيه فيه 2 مليون شخص راح يتقدموا يعني الحكومة هتجيب كل ده منين أوكي حناعيا حناعيا فيه ناس بنزلهم كده هيقولك إيه طب أنا أعيا ولا أشوف عيالي كل يوم حيموتهم الجوع في بيتي عشان ما عنديش عيش أكلهم وعنديش عشاء ولا غدا مش هقداروا يعملوا كده وما حدش يقرين لي يقولي أستبص في إيطاليا قعدوا إزاي بص في فرنسا أنتو بتقرنونا بإيطاليا وفرنسا شعوب متقدمة جدا ومش متقدمة دول غنية جدا وبصوا جرالهم إيه أصلا احنا ربنا ساطرها معنا طبعا وبرضو ما تقرنينش بدبي دبي دي كم نسمة أصلا كل دبي تعداد شعب الإمارات بالناس اللي بيشتغلوا من بره الشعب كله أدى الناس اللي ساكنين عندنا في حي من أحياء قاهرة فالكومبارزن غلط جدا فمالنبي بلاشت الكلام ده الناس غلابة ومش حيلاقوا يأكلوا فما بالنسبة له منهم ما يجيلوا إيه كرونا يعني وهم مش فاهمين ومالناس بلع إزاي الناس ماشية مش عارف فين إيه وفين الكيمامات الناس مش فاهمة ده إحنا شعب ما عندوش الثقافة دي والحمد لله برضو ربنا سترها معاهم ومعنا كلنا أنا شخصيا أنا بنزل شغلي 3 أو 4 ايام في الأسبوع وبقيت الأيام أوكي بعض في البيت بس إنتوا عارفين أنا لو منزلت الشغلي في 150 شخص في البرنامج ممكن ما إبضوش ما عندهمش برضو الكريدت كارد وما بيروحوش جورمي يجيبوا حاجاتهم وما بيروحوش مش عارف إيه شتيروا حاجاتهم وما عندهمش ده عندهمش ممكن فلوس الدواء اللي بيعالجوا بيه العيال ولا الكلام ما عندهمش يعملوا إيه حضرتك فهو ربنا سترها معنا فبلا شخص النبي لأن فيه ناس بجد كتبة كلام انتم مش داريانين بالناس ومش كل الناس كمان عايشة في الكمباوند فيقدروا يروحوا السوبر ماركت الجوة الكمباوند يجيبوا حاجاتهم ومش كل الناس عندهم الطباخ المقيم أو اللي مش عارف الناني اللي قاعدة معهم مقيمة جاية من فين أي بلد فبتقدر تعملهم حاجاتهم مش كل الناس كده انتم بتكلموا على 2-3% من 5% من الشعب المصري في 90 مليون ما عندهمش الرفاهية دي هم لازم حينزلوا وبقاين فيه بقى ناس تانية مش هقدروا بايردوا يا جماعة يستوعبوا عشان تضعوشت التريقة وعليهم أرجوكوا فيه ناس بقى لهم مثلاً عروسة في أماكن على قدها شوية هي بقى لها 4-5-6 شهور بتجهز لفرحها وأمها بقى لها 6-7 سنين بتجيب لها الجهاز بتاعها وتحطوا فوق الدولاب وتحت السرير والبلبلبلبلبلبلبلبلبل مش هيبقى عندها ثقافة أنا حالغي فرحي ومش هعمل فرح ومش هتجيلي النقطة عشان فيه كورونا وواضح إن فيه ناس كتير قابل وشفهم الشعب المصري يعني فيه بعض الناس كانوا حسسيني إنوا مش عايشين في سويسرا إحنا في مصر يا جدعان على فكرة طبعاً فيه ناس كتير قابل ده الآن يعني طلعت هاجمني بس هو كده يعني غزباً عن الناس وفيه ناس تانية ثقافتها سواء من الديانة دي أو من الديانة دي هم عندهم حالة زعر إن مفيش جوامع ومفيش كنيس مفتوحة فيه ناس بالنسبة لها ده مش طبيعي هم بالنسبة لهم لا إحنا لازم نصلي ولازم كذا وكذا وكذا مش هيقدر المنتاليتي بتاعته تفهم إن لا إنت لو دخلت أو فتحنا الجامعة أو فتحنا الكنيزة هيجي لك مرض ممكن يقضي عليك فيه ناس مش هتفهم ده الأغلبية مش هيفهمه ده فبيشوش شوية على الشعب المصري عشان أنتوا عملين تشتموا في الناس وعملين تهينوا في الناس وعملين تقولوا كلام بايخ جداً أنا عمل أخش على تروفايلات بعض الناس من أصحابي وعايزين حظر قد باعه وشين ساعة منين ما ينفعش حبيبي منين الناس تاكلوا إزاي هيكلوا الملايين الحكومة طب هتقعد شهر هتدي الـ 500 جنيه أو شهرين لإعانات دي لنس بقية الناس بقية الوقت هيعملوا إيه فبشوية شوية علشان الناس مش هتقدر تفهم وإحنا شعبه برضو محترم حتى لو فينا نسبة كبيرة ما تعلموش أو كده بس هم أكيد خايفين على نفسهم حضرتك جداً وعارفين إنهم لو عيوا هيتبهدلوا مش زي حضرتك هتقدر يبقى عندك دوات جيبوا أو مش عارف إيه أو تهد عندك في البيت والأدوية هتجيلك لغاية عندك لو جالك الكورونا ربنا أسطرها وشكراً لكم وحاولوا تفهموا الشعب المصري شوية ومن المثالة بتاعته إحنا شعب مختلف وربنا ساطرها معنا برضو وحيسطرها إن شاء الله معنا للأخر وبقى يعني اللي يعيا يعيا واللي خف يخف واللي حيتوفى هاو الله حيتوفى هاو الله بس أنا برضو بحاول على قد ما أقدر منزلش من بيتنا على قد ما أقدر بس أنا برضو بانزل بروح شغلي والساعة الصبح بانزل يعني أنا النهاردة نزلت الصبح علشان في حلقات رمضان وفي حاجات معينة اللي عايزة جيبها للستوديو أنا نزلت أبوص على الحاجات دي وأشوف أصحارها كام وكذا وكذا بس بالزبط هاو يا أحمد صحيح يلا فمشوش مرة تانية على الشعب المصري ومحدش لو سمحته يعطي يهاجم الناس لأن هذه ناس غلابة يا جدعي الناس غلابة مش فهمين مش هيفهموا ده إذا كان بره في البلاد البلاد اللي بتقولوا عليها متقدمة إيطاليا وأمريكا وكذا هو في أمريكا لما مش قالوا في حظر جزئ الناس في كاليفورنيا ونشفش على البحر ولا في ميامي ولا في زفت الطين ونفس القصة حسل في البلاد اللي هي بتقولوا على شعوبها متقدمة جدا جدا ما بالك بقى بشعوب على قد حلها زي حضراتنا كده فبش وش ويا على الشعب شكرا سلام عليكم باي باي تسبوع الخير شكرا